السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة فيديو سريع برضو مقارنة كده ما بين عربيتين في الفئة السعرية اللي احنا بنقول عليها هي فئة المتوسطين او الفئة بداية العربيات يعني بداية اسعار العربيات في مصر طبعا يعني هل الفئة دي هل الارقام دي ارقام عادلة ولا لا لا طبعا مش عادلة هل الاسعار دي اسعار معقولة وعقلانية لا مش معقولة طبعا ولكن ده ناصبنا يعني احنا عايشين كده وخلاص وانتهى الموضوع فها هو ده الموجود تمام احنا النهاردة هنقارن ما بين عربيتين في السعر المصري سعرهم قريب من بعض بيتكلم من الربعمائة وخمسين لحد الخمسمائة وخمسين اللي هم عربيتين السيزوكي ديزاير والشيري اريزو فايف احنا هنقارن النهاردة ما بين العربيتين دول هقول لكم الحاجات المهمة اللي بينهم اللي تقدر تخليك تقرر هتاخد دي ولا هتاخد دي بالنسبة للعربية سيزوكي ديزاير دي سعرها بيتراوح طبعا هي عدة فئات سعرها بيتراوح ما بين ربعمائة وتلاتين الف الى خمسمائة وخمسة وربعين الف جنيه العربية الشيري اريزو فايف سعرها من ربعمائة وربعين الف الى خمسمائة وعشرة الف جنيه بنتكلم في نص مليون يعني نخش بقى على التفاصيل المهمة في العربيتين اول حاجة طبعا بالنسبة للموديل العربية السيزوكي ديزاير بنتكلم في موديل 2022 هو اللي موجود حاليا دلوقتي في السوق المصري بالنسبة للشيري اريزو 2023 هو اللي موجود حاليا دلوقتي في السوق المصري العربيتين سيدان الوكيل بتاع سيزوكي ديزاير ده مودرن موتورز الوكيل بتاع الاستاذة شيري اريزو فايف هو غبور بلد المنشأ للسيزوكي ديزاير طبعا كلنا عارفينها عربية ياباني تجمعها في الهند. بالنسبة للعربية الشرق معروف طبعا انها صيني وتجمعها في مصر. آآ فقاية العربية سيزوكي ديزاير نازلة تلت فقاية. آآ والشريق نفس الكلام نازلة تلت فقاية. نسيبنا بقى من الموضوع الطول والعرض والكلام اللي مالوش لازمة. ونخش في المواصفات المهمة اللي آآ بيعتمد عليها اختيار العربية. آآ بالنسبة لسعة محرك العربية سيزوكي ديزاير الف ومتين سيسين. سعة محرك العربية الشريق ريزو فايف الف وخمسمائة سيسي. عدد السيلندرات اربعة سيلندر في الاتنين. السبابات ستاشر سباب في الاتنين. نخش على القوة الحصانية بقى. العربية سيزوكي ديزاير قوة حصانية بتاعتها خمسة وتمانين حصان عند ستلاف لفة في دي ودي قوة حصانية قليلة. بالنسبة للشريق ريزو فايف قوة الحصانية مية واربعتاشر حصان عند ستلاف مية وخمسين لفة في دي معقولة. عزم دوران العربية السوزوكي competition 113 نيوتن متر عند 422 لفة في دقيقة بالنسبة لعزم دوران العربية share raiso 5 141 نيوتن متر عند 3800 لفة في دقيقة وده كويس جدا يعني عزم دوران عالي عند عدد لفات قليلة دا المطلوب بالنسبة لمعدة للتصارع العربيتين معدلة للتصارع العربية السوزوكي desire من 0 المية في 129 من 10 ثانية بالنسبة لمعدة للتصارع العربية الشيري اريزو فايف من صفر لمية كيلومتر في حداشر ونص سنة مش مقصود من صفر لمية كيلومتر يعني هتقطع مسافة مية كيلومتر لا المؤشر بتاع السرعة بتاعك يوصل عند مية كيلومتر اقصى سرعة بالنسبة للعربية السوزوكي ديزاير مية وسبعين كيلومتر في الساعة اقصى سرعة للشيري اريزو مية وتمانين كيلومتر ساعة الفتيس بالنسبة للعربية السوزوكي ديزاير الفئات طبعا احنا قلنا 3 فئات فيه منهم المانول ومنهم الأوتوماتيك بالنسبة للفتيس فيه العربية شريق ريزو فايف فيه المانول وفيه الأوتوماتيك الـ CVT وطبعا شرحت الفرق ما بين الفتيس الـ CVT والفتيس الأوتوماتيك العادي وقلت مميزات ده وعيوبه ومميزات ده وعيوبه والفيديو موجود في القناة للي عايز يفهم الفرق ما بين الفتيسين وازاي تحافظ على الفتيس الـ CVT هنقوش في عدد النقلات ديزاير خمس نقلات عدد نقلات الست شرق اريزو اه خمس نقلات. الاتنين جر امامي. نخش بقى في المهم متوسط استهلاك البنزين للعربية خمسة ونص لتر لكل مئة كيلومتر. طبعا لانها الف ومتين سيسي. بالنسبة للشيرق اريزو سبعة لتر لكل مئة كيلومتر. لانها الف وخمسمائة سيسي. طيب التعليق الامامي اه في الاتنين. اه التعليق الخلفي في الاتنين. نخش بقى على الامان. التجهيزات بتاعة الامان. العربية اه السيزوكي ديزاير فيها اي بي اس. الشير اريزو زي ها. العربية السيزوكي ديزاير فيها اي بي دي. فرام ال اي بي دي. اه الشير اريزو فايف زيها. نخش بقى على المهم بقى. العربية السيزوكي ديزاير فيها الاي اس بي. شير اريزو ما فيهاش. العربية السيزوكي ديزار فيها الهيل Starturious. بيساعد في طلوع المنحضرات ونزولها. مش موجود في العربية الشرق Carriso. بالنسبة لل humidity مش موجود في verdadرين. الجزائر ليست موجود في verdadرين. الشجر Skip Mashwater них ها الصباح. بالنسبة لل estabil Abajo weren't allowed旋 On point هوائية. كل عربية فيها وساتين اماميتين. اه بالنسبة للحساسات الامامية مش موجودة في الاتنين. طيب الحساسات الخلفية الغريب ان الحساسات الخلفية مش موجودة في السيزوكي ديزاير. مع انها حاجة عبيضة جدا يعني. بس موجودة في التانية اللي هي الشرق اريزو. اه بالنسبة الانزار موجود في الاتنين. ضد السرقة موجود في الاتنين. طبعا حاجات عبيضة كلها موجودة في الاتنين. الحزام الامان الخلفي موجود في الاتنين نخش بعد تجهزات اه اللي هي الكماليات ازاز فمية موجود في الاتنين الازاز الكهرباء موجود في الاتنين اه مرياتة تضمة مش موجودة في السزوكي اه ديزاير موجودة في الشرق ريزو المرياتة الكهرباء موجودة في الاتنين اشارات في المريات الامامية موجودة في الاتنين اه فتحة السقف مش موجودة في الديزاير مش موجودة في السزوكي ديزاير ولكن موجودة في الشيري اريزو فتحها عادية. الكاميرا الخلفية مش موجودة في الديزاير مع انها حاجة يعني خايبة جدا موجودة في الشيري اريزو. مثبت السرعة مش موجود في الديزاير موجود في الشيري اريزو. الخلفي مش موجود في الاتنين. اه مقاس جنط بالنسبة للسوزوكي ديزاير خمستاشر بوصة. بالنسبة للشيري اريزو ستاشر بوصة. اه في بلوتوز في الاتنين. في مدخل ايو اكس في العربية السوزوكي ديزاير مش موجود في الاشير اريزو اه مدخل اي او اكس موجود في الاتنين الطارة المالتي فانكشنز موجودة في الاتنين اه طبعا اه الشاشة الوساطية اه موجودة في الاتنين والشاشة في الاتنين سبعة بوصة اه الاتنين مفهومش عددات ديجيتال كشفات امامية لد امامية وخلفية موجودة في الاتنين اه كشفات ضباب موجودة في الاتنين اه مساحات الكشفات موجودة في الاشير اريزو مش موجودة في السيزوكي دزاير عدد سماعات اربعة في الاتنين في زر تشغيل في العربية الشرق ريزو مش موجود في السوزوكي ديزاير ريموت كنترول موجود في الاتنين الكراسي الكهرباء موجودة في العربية الشرق ريزو ومش موجودة في السوزوكي ديزاير بالنسبة للتحكم طبعا في الشنطة يدوي في الاتنين اشكركم لحسن المتابعة يا ريت اللي عايز يخليني اكمل في الموضوع بتاع المقارنات ما بين العربيات الزيرو في مصر ابعتولي في التعليقات لو عايزين اكمل في الطريق ده لو عايزين حاجة تانية نتكلم فيها ابعتولي برضو في التعليقات اشكركم السلام عليكم